مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سيتحدث عن فاكهة لفيدة وصحية ستساعدكم على تحسين صحتكم بشكل عام وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض اليوم سنتحدث عن فوائد البطيخ الذي يحتوي على مواد مضدة للالتهادات التي تخفف الألم والتورم كما أنه يعتبر وجبة خفيفة مثالية لمن يحاولون خفض الوزن حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم ويحتوي البطيخ أيضا على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم والماغنيسيوم والكالسيوم الذي يعزز صحة العظام بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمل جسم من الأمراض وتقلل خطر الإصابة بالقرحة والتهابات الأمعاء ولكن يجب الحذر من تناول البطيخ بكميات كبيرة لمرضى البروستاتا كما أنه يحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تحتاج إلى تناولها بحذر لمرضى السكري يمكن القول أن البطيخ يحتوي على العديد من المواد الغذائية المفيدة لصحة الجسم بشكل عام ويمكن تناوله بكميات معتدلة للحصول على فوائده الصحية لذا انضم إلينا لمعرفة المزيد عن الفوائد الصحية للبطيخ وكيفية تناوله بشكل صحي وآمن أن البطيخ يحتوي على مواد تساعدك في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية مما يجعله الفيار المثالي لمن يرغبون في الحفاظ على وزن صحي ولكن ماذا عن فوائد البطيخ الأخرى؟ يحتوي البطيخ على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم مثل فيتامين جيم ومواد تساعد في تحسين صحة العينين والأظافر وتقليل خطر الإصابة بأمراض الدماغ وتحسين صحة الجهاز العصبي وماذا عن مرض البورستاتة؟ يجب أن يتناول البطيخ بحذر حيث يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من البطيخ إلى مشاكل في البول يعتبر البطيخ واحدا من الفواكه الصيفية اللذيذة والمفيدة للصحة ويمتلك العديد من الفوائد الصحية الرائعة فهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم مثل الفيتامين جيم والماغنيسيوم والكالسيوم ويساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالإمساء كما يعتبر البطيخ خيارا مثاليا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم حيث يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب لكن يجب تناول البطيخ بحذر لمرضى الضغط الذين يتناولون أدوية خاصة حيث يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من البطيخ إلى انخفاض الضغط بشكل خطير وإلى جانب فوائد البطيخ الصحية المذكورة يحتوي البطيخ أيضا على مودة تساعد في تحسين صحة الجلد والشعر وتساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب كما يساعد البطيخ في ترطيب الجسم وتحسين عملية البول ويعتبر خيارا مثاليا لمرضى الكلة حيث يساعد في تقليل الضغط على الكلة في المجمل يعود البطيخ وجبة خفيفة لذيذة ومفيدة للصحة ويمكن تناولها بشكل معتدل للاستفادة من فوائدها الصحية لذلك لا تتردد في تضمين البطيخ في نظامكم الغذائي الصحي والمتوازن ولكن كيف يمكن تناول البطيخ بشكل آمن وصحي؟ ينصح بتناول كميات معتدلة من البطيخ والتحدث مع الطبيب قبل تناوله في حال كنت تعاني من مشاكل صحية معينة كما يمكن أعداد عصير البطيخ بسهولة باستخدام الخلاط الكهربائي في المجمل يمكن القول إن البطيخ هو الخيار الأمثل لمن يرغبون في تحسين صحتهم والحصول على العديد من الفوائد الصحية المفيدة لذا ماذا ينعكم من تناول البطيخ الآن؟ أصدقائي أود أن أذكركم بأهمية الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ومفيد لذا فإنني أتمنى أن تستمتعوا وتستفيدوا من محتوانا وتشاركون تعليقاتكم وآرائكم حول المواضيع التي نناقشها شكرا لكم على وقتكم ودعمكم لنا وشكرا لمشاهدتكم